متأرجحة بين توقعات الفشل والنجاح تنطلق المفاوضات اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية أممية مفاوضات يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث الذي استبقى بدأها بالتأكيد على أن مسؤولية النجاح أو الفشل تتحملها الأطراف اليمنية المشاركة في التفاوض معربا عن أمله في التوصل للاتفاق يضع حدا للحرب هناك وبرعاية أممية كذلك وفي إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية أعلن عن توقيع اتفاق لتبادل الأسرى بين ميليشيات الحوثي وقوات التحالف العربي يتضمن تنفيذ شرط الحوثيين بنقل خمسين من جرحاهم للعلاج في العاصمة العمانية مسقط قبل بدء مفاوضات السويد وبالنظر إلى المرونة التي أبدتها الأطراف المؤيدة للشرعية في اليمن بشأن تسهيل مشاركة وفد الحوثيين في التفاوض فإن محللين يرون في ذلك متغيرا يدفع باتجاه إحداث خرق في جدار الجمود الذي يعترض جهود إحلال السلام في اليمن ووقف دوامة الحرب المتواصلة منذ ما يقرب من أربع سنين تطور سياسي آخر متعلق بالأزمة تمثل في إعلان إيران دعمها مفاوضات السويد ودعوتها إلى وقف فوري للقتال وإرسال المساعدات الإنسانية وبدء حوار يمني داخلي يفضي إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة موقف قد يفسر على أنه تراجع نسبيون في المواقف الإيرانية إزاء الأزمة في اليمن ربما تأثرا بالعقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد طهران على الرغم من ذلك فإن ميليشيات الحوثي اتهمت الجيش اليمني وقوات التحالف العربي بشن غرات جوية مكثفة ومحاولات للتقدم على الأرض في مناطق الساحل الغربي باتجاه مواقع الحوثيين في تطور يشي ربما بضعف الجهود المبذولة أمميا من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار قبل بدء المفاوضات وهو الأمر الذي يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في المحصلة فإن المجتمع الدولي يبقى أمام معضيلة تتعلق بتوفر إرادة أممية جامعة للضغط على أطراف الصراع اليمني وصولا لإنهاء تلك الحرب التي خلفت أزمة إنسانية كبرى ودفعت الشعب اليمنية إلى حافة المجاعة